هلو حبابي الحلوين grade 6 اليوم دارسناه هو عن الماضي زمن الماضي اللي اسمه بالانجليزي the past the past يعني الماضي الماضي هو حدث او فعل وقع في الماضي اذن زمن الماضي هو فتشي صار بزمن الماضي وفتشي راح وانتهي اوكي وهناك صيغتان للماضي اذن الباست الماضي بصيغتين يعني بقواعد اثنين اوكي تعال نتعرف على قاعدة قاعدة مثل المضارع تذكرون ال present من جنبي ايضا قاعدتين القاعدة الاولى كانت مع ال verb to be مع افعال الكينونة والقاعدة الثانية كانت مع الافعال العادية اللي تطلب من عندنا وقت ومجهود نفس الشي بال past بالماضي لكن كل هن القواعد راح يكونون بزمن الماضي اوكي يلا تعالوا اشرح لكم اول قاعدة اللي هي with verb to be in the past مع افعال الكينونة في الماضي اول قاعدة في الباست في الماضي هي with verb to be مع افعال الكينونة لكن بيازمن راح يكونون in the past بالماضي اذا تذكرون بال present كان عندنا verb to be قد تلث بنات اللي هما is verb to be بال past هنه was and where الواز راح يكون مع المفرد الواز راح يكون مع الاسماء المفردة مثليش مثل I she he it اوكي اذا اذا عندي فاعل مفرد مثل I she he it شو راح احط له راح احط له الواز اما الوار فراح تكون مع الجمع الجمع مثليش مثل you they we فراح نحط لهم الوار اذا من عندي جمع راح احط راح احط الوار واضحة الفكرة لحده هنا هسا تعالوا نشوف قاعدة بناء الجملة مع افعال كينونة في زمن الماضي طبعا هاي القاعدة هي فقط للاطلاع والتوضيح وليست للحفظ بترتيب الجملة لازم يكون اول شي عندي فاعل لازم اول شي يكون عندي فاعل من بعد الفاعل راح يكون عندي verb to be in the past يعني فعل كينونة في زمن الماضي اما was اذا كان الفاعل مفرد او راح يكون عندي الور اذا كان الفاعل جمع من بعدهم راح يكون عندنا تكملة الجملة اعيد القاعدة اول شي لازم يكون عندي فاعل ثاني راح يكون عندي verb to be وشوكت in the past في زمن الماضي اما was اذا كان هنان الفاعل مفرد او راح نلقي هنان عندنا where اذا كان الفاعل جمع واضح ومن بعدهم ثالث شي راح نلقي التكملة اللي هي تكملة الجملة حسا تعالوا نشوف شوية examples على متوضح لكم القاعدة بشكل افضل نجي على number one يقول mr. Benz was the key inventor of the cars سيد بنز كان المخترع الاساسي للسيارات نجي نحلل هالجملة ونشوف هل هي تنطبق حسب القاعدة الفوق لولا عندي اول شي mr. Benz mr. Benz هو فاعل ومفرد اجا من بعده فعل كينونة اللي هو was فعل كينونة بالماضي اللي هو الwas ليش هنا لقينا was لأن mr. Benz هو فاعل ومفرد والمفرد نحط له الwas the key inventor of the cars هاي التكملة تكملة الجملة إذن هاي الجملة هي صحيحة وحسب القاعدة اللي فوق نجي على number two يقول they were in the park yesterday they were in the park yesterday كانوا في المنتزه البارحة أيضا نجي نحلل ها they هي فاعل وجمع من بعدها جو were فعل الكينونة بالpast واللي هو الware ليش الware لأن عدنا they هي فاعل جمع والجمع نحط له الware in the park yesterday هاي التكملة تكملة الجملة إذن هاي الجملة أيضا صحيحة وحسب القاعدة اللي عندي هسا عندي هنا الفد note مهمة خاف يجيب لكم اختيارات ما بين زمن المضارع وزمن الماضي هاي الملاحظة تقول هناك كلمات تدل على الماضي أكفة كلمات رح ينطين إياها شنو تدل على الماضي تساعدني عنده سؤال الاختيارات مثل ما قلت لكم خاف يجيب لكم سؤال اختيارات وبيها ماضي ومضارع أكفة كلمات رح تساعدني إنه نعرف هل هذا ماضي أم مضارع شن يا هاي الكلمات كلمات هي yesterday البارحة yesterday هاي الدل على زمن الماضي فتش صار البارحة وراح last كلمة last اللي معناتها آخر أيضا تدل لنا على زمن الماضي طبعا هاي last ما تجي وحدها تجي وياها مثلا last week يعني الأسبوع الذي قد مضى أو last night الليلة التي مضت بعد last month الشهر الذي مضى last year السنة التي مضت شفتوا كل ها أشياء بالماضي لكن ش إجاوياها إجاوياها كلمة last هاي الlast رح تدل لنا على زمن الماضي أيضا عدنا كلمة ago كلمة ago لمعناتها مضى هاي أيضا تدل لنا على زمن الماضي وهاي أيضا ما تجي الواحدة وإنما تجي وياها كلمة ثانية مثل year ago قبل سنة week ago قبل أسبوع أو مثلا two days ago قبل يوميا بهذا الشكل رح تجي الago وهي أيضا كلمة تدل لنا على زمن الماضي طبعا هذاني ثلاثتهم كثير من الأحيان نلقاهم في نهاية الجملة يجون في نهاية الجملة yesterday معناتها البارحة last معناتها آخر ago معناتها ماضى هذاني كلمات تدل لنا على زمن الماضي وين نلقاهم نلقاهم في نهاية الجملة هسا تعالوا شوف هذاني الامثلة اللي حاطنا ال is وال was أو ال are وال where بين قوسين وحنا لازم نختار بيناتهم رح تشوفون الشون هاي الذنية ثلاثة اللي أخذناها استفادنا منها بالاختيارات نجي على number one يقول علي is was sick yesterday علي is was sick yesterday معناتها علي كان مريضا البارحة نجي نباوع على الجملة زين ونتذكر الملاحظة اللي تقول إنو إذا لقينا yesterday أو last أو ago فهاي معناتها إنو الجملة في زمن الماضي رح أباوع على الجملة كل زين ورح أشوف عندي هنا yesterday رح أشوف هاي yesterday ورح أعرف إنو هاي الجملة in the past في زمن الماضي بما إنو هي ماضي فاش رح أختار إزل الواز أكيد مليون بالمية رح أختار الواز ليش لأن الواز هي ويا الماضي وعرفنا إنو هاي الجملة في زمن الماضي من كلمة yesterday كلمة البارحة فالجملة صير علي كان مريضا البارحة نجيها ساعة number two يقول they are nowhere in the park last week يعني كانوا في المنتزة الأسبوع الذي مضى أجي أنتبه كل الزين وأذكر القاعدة أو الملاحظة اللي قالت لياها المس وقالت إنو كلمة yesterday أو last أو ago إذا إجوي بالجملة فأني معناتها جملتي في زمن الماضي بالpast هنا راح ألقى كلمة last last week يعني الأسبوع الذي مضى فهاي معناتها الجملة بها زمن أكيد راح تكون بزمن الماضي بما أنه هي بالماضي ش راح أختار لها ال are لل where أكيد ومليون بالمية راح أختار ال where ليش لأن ال where هي فعل الكينونة في الماضي وش عرفت إنو ها جملة بالماضي من last week كلمة last week تدل على الماضي معناتها الأسبوع الذي مضى فالجملة راح تصير they were in the park last week كانوا في المنتزه الأسبوع الذي مضى أتمنى لحد هنا موضوع ال verb to be أفعال كينونة in the past في زمن الماضي يكون وضح لكم وعرفتوا شون يجي وشون الأشياء اللي تدل لنا عليه الزمن الماضي وعرفتوا شون تحلوا إذا جاكم سؤال اختيارات هس راح نجي على النوع الثاني من past من زمن الماضي هذا النوع الثاني يكون مع الأفعال العادية التي تتطلب منا وقت ومجهود ولكن بيا زمن في زمن الماضي إذن هاي الأفعال اللي نسويها وتتطلب من عندنا وقت ومجهود راح نأخذها السلاكن بيا زمن في زمن الماضي طبعا الأفعال العادية في زمن الماضي راح تقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول يقبل إضافة إيدي إيدي فرح يتحول الزمن من المضارع إلى الماضي قسم الثاني ما يقبل إضافة الإيدي وإنما عنده أفعال ماضية خاصة به أما القسم الثالث فرح يكون أفعال تبقى كما هي في كل الأزمنة سواء زمن ماضي أو زمن مضارع يبقى كما هو واضح؟ مثل ما تقول هاي الملاحظة تقول كثير من في النهاية فتصبح في زمن الماضي ولكن هناك أفعال لا تقبل إضافة الإيدي وإنما لديها أفعال ماضية خاصة به ومثل ما قلت لكم عدنا قسم ثالث وأيضا رح عنطيكم إياه اللي هو أفعال تبقى كما هي في كل الأزمنة نجلس على أول قسم اللي اسمه Regular Verbs Regular Verbs يعني أفعال نضيف لها إيدي فتصبح ماضي إذن Regular Verbs هي أفعال فقط تحتاج إضافة الإيدي بالنهاية فتتحول من زمن المضارع إلى زمن الماضي مثل ما موجودة عدنا بهذه اللستة عدي أول شي Help Help معناتها يساعد أضيف لها إيدي صير Helped Helped يعني ساعدة في زمن الماضي صارت عندي Play Play يعني يلعب أضيف لها إيدي رح أصير Played Played يعني لعبة في زمن الماضي عندي Clean Clean يعني ينظف أضيف لها إيدي رح أصير cleaned رح أصير cleaned يعني نظف في زمن الماضي عندي invent invent يعني يخترع أضيف لها إيدي صير invented invented يعني اخترع في الماضي Like يعني يحب أضيف لها فقط دي ليش لأن عندي هنا أصلا الإيدي Like يحب رح أضيف لها فقط دي وصير Liked Liked انتبه هنان صحية دي بس طلع صوت الت هاي دي رح أطلع صوت الت مو Liked لا Liked Liked معناتها أحب في زمن الماضي عندي أيضا dress dress معناتها يلبس مو معناتها فستان لا إهنان معناتها يلبس أضيف لها ED رح أصير dressed dressed معناتها لبسة أيضا إهنان الED رح أطلع صوت الت عندي cook cook يعني يطبخ أضيف لها ED رح أصير cooked cooked يعني طبخة أيضا إهنان رح يطلع صوت الت ما نلفظها cooked لا نلفظها cooked بصوت الت عندي follow يعني يتبع أضيف أضيف لها ED هصير followed هصير followed يعني الت بعة طبعا إهنان يؤلف بصوت D أوكي عندي work يعني يعمل أضيف لها ED رح أصير worked حصير worked يعني عملة عندي call يعني يتصل أو ينادي أضيف لها ED صير called called يعني اتصل أو نادى أيضا في زمان الماضي عندي open open يعني يفتح أضيف لها ED صير opened opened يعني فتح في زمان الماضي هسا نجي على القسم الثاني اللي هو irregular verbs irregular verbs يعني أفعال شاذة لديها ماضي خاص بها رح يكون عندنا أفعال لكن هاي الأفعال ما تقبل إضافة الED وإنما عندها ماضي خاص بيها Irregular verbs يعني أفعال شاذة تعالوا نبلش ونشوف شنو هذاني الأفعال عندنا ال-is فعل الكينونة ال-is الماضي مالته هو was is الماضي مالته was أما ال-ar فعل الكينونة ال-ar هذا هذا الماضي مالته where الماضي مالته where ال-ar الماضي مالته where أوكي عندنا الفعل make الفعل make يعني يصنع الماضي مالته made الماضي made يعني صنع بالماضي بالماضي يعني يعني رأة عدنا الفعل say say يعني يقول الماضي مالته said الماضي said يعني قال في الماضي say الماضي مالته said عدنا الفعل go go يعني يذهب الماضي مالته went الماضي went يعني ذهب go الماضي مالته went يعني ذهب عدنا الفعل buy الفعل buy يعني يشتري الماضي مالته boat الماضي هو boat boat يعني اشترى في زمن الماضي طبعا هاي g h تكتب ولا تلفظ buy الماضي مالته boat طبعا آنيم سويتكم عليها star لأن هاي كلش مهمة وتجي اكثر من مرة بالوزاري عدنا الفعل eat الفعل eat يعني يأكل الماضي مالته eight الماضي مالته eight يعني أكله في زمن الماضي eat الماضي مالته eight واضح؟ عدنا الفعل feed الفعل feed يعني يطعم الماضي مالته fed الماضي fed يعني أطعمة في زمن الماضي feed الماضي مالته fed يعني أطعمة عدنا الفعل write الفعل write يعني يكتب الماضي مالته wrote الماضي wrote يعني كتب في زمن الماضي write الماضي مالته wrote يعني كتب عدنا الفعل think الفعل think يعني يفكر الماضي مالته thought thought الماضي مالته thought يعني فكر في زمن الماضي أيضا هنا g-h تكتب ولا تلفظ think الماضي مالته thought عندنا الفعل give give يعني يعطي الماضي مالته gave الماضي gave يعني أعطى give يعطي الماضي gave أعطى عندنا الفعل swim الفعل swim يعني يسبح الماضي مالته swam الماضي swam يعني سبحة في زمن الماضي swim الماضي مالته swam يعني يسبح عندنا do والdoes do والdoes اللي معناتهم يفعل الماضي مالتهم did الماضي مالة do والdoes هو did معناتها فعلة في زمن الماضي do and it does الماضي مالتهم did واضح؟ عندنا الhave والhas have and has معناتها يملك الماضي مالتهم had الماضي مالتهم had يعني امتلك إذن الhave والhas الماضي مالتهم had هسا عندي الفعل run run يعني يركض الماضي مالتها run الماضي run يعني ركض بالماضي run 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 يركض run ركبة هسا عدنا الفعل teach الفعل teach يعني يعلم الماضي مالتها taught الماضي مالتها taught يعني علمة في زمن الماضي teach الماضي مالتها taught علمة هسا عدنا الفعل choose الفعل choose يعني يختار الماضي مالتها chose الماضي chose يعني اختار في الماضي choose chose choose chose okay choose يعني اختار chose يعني اختار في زمن الماضي again اعيد الافعال مرة اخرى بشكل سريع is سريع الماضي الماضي maal التها boat eat الماضي maal التها ate feed الماضي maal التها fed write الماضي maal التها wrote think الماضي maal التها thought give الماضي maal التها gave Swim الماضي مالتها Swam Do and does الماضي مالتهم Did Have and has الماضي مالتهم Had Run الماضي مالتها Run Teach الماضي مالتها Taught Choose الماضي مالتها Chose واضح؟ أتمنى Irregular verbs الأفعال الشاذة اللي إلها ماضي خاص بها وضحت لكم هاي ضروري تحفظوها مو فقط لفظا وإنما حتى كتابة لأن إن شاء الله سمن أشوفكم الأمثلة الوزارية بالأمثلة الوزارية يحتاج لهن كتابة من ينطيك الفعل المضارع لازم أنت تكتب له الفعل الماضي ولازم تكتبه طبعا بالشكل الصحيح على متاخذ عليه درجات هستعدنا القسم الثالث والأخير اللي هي الأفعال اللي تبقى كما هي في كل الأزمنة أفعال تبقى كما هي في كل الأزمنة لا تقبل إضافة الإيدي ولا عدها ماضي خاص بيها وإنما هي تبقى كما هي بكل الأزمنة مثليش؟ مثل كات كات يعني يقطع بالماضي هم تبقى نفسها كات يعني قطع أوكي؟ عدكم أيضا put put يعني يضع تبقى كما هي بالماضي put معناتها وضع عدكم أيضا الفعل shot الفعل shot يعني يغلق بالماضي يبقى كما هو shot معناتها أغلق عدكم الفعل hit hit معناتها يضرب يبقى كما هو بالماضي hit معناتها ضربة واضحة؟ أتمنى هاي الفكرة ما الأفعال تبقى كما هي تكون واضحة تلكم هو بصراحة ما كل شي يركز عليها يركز أكثر شي على الأفعال الشاذة اللي إلها ماضي خاص بيها أوكي؟ نجي هسا على قاعدة بناء الجملة في زمن الماضي زمن الماضي مع الأفعال العادية عدة فتقاعدة طبعا هاي القاعدة هي فقط للتوضيح والاطلاع وليست للحفظ فقط على ما تعرفون شون بناء الجملة القاعدة تقول أنا أول شي لازم عندي فاعل أول شي لازم يكون عندي فاعل من بعد الفاعل رح يكون عندي verb يعني فاعل شنو in the past فاعل في زمن الماضي ومن بعدها رح يكون عندي compliment يعني تكملة الجملة إذن أول شي لازم يكون عندنا فاعل ثاني شي لازم يكون عندي فاعل في زمن الماضي ومن بعدهم ثالث شي رح يكون هي تكملة الجملة تعالوا شوف هذا الexample الشون هو حسب القاعدة اللي عندنا يقول عمالته هو buy boat هو فعل ماضي black metal watch هي تكملة الجملة إذن هاي الجملة صحيحة وحسب هاي القاعدة اللي عندي هنانا هسا تعالوا أشوفكم المنستيريال questions عن الباست الأسئلة الوزارية عن الزمن الماضي ما يجيب لك اختيارات بين قوسين ويحط لك المضارع والماضي بين قوسين وتتختار الصح لا يجيب لك بهاي الطريقة يقول لك الفعل المضارع clean بالماضي صار cleaned clean بالماضي صار cleaned هسا أريد منك تحول الفعل buy إلى زمن الماضي تحول هاي البا إلى الزمن الماضي طبعا الماضي ما للبا هو البوت فتيجي تكتب بوت بالشكل الصحيح وما يصير تكون عندك ولا غلطة لأن إذا عندك غلط حتى له بحرف واحد رح يحسب لك إياها كلها خطأ ورح ما ينطيك عليها ولا درجة نجي على المثال الثاني اللي يقول help الفعل المضارع help بالماضي صار helped بالماضي صار helped هسا الشي يريد منك هو يريد تحول الفعل feed إلى زمن الماضي تحول الفيد إلى زمن الماضي والماضي ما للفيد هي fed أوكي تلفظ وإنما حتى كتابة خصوصا الأفعال الشاذة اللي إله فعل ماضي خاص بيها واضح يا حلوين لحد هنا دارسنا انتهى stay safe and see you soon